اهلا بكم ثانيا مشاهدين ننتقل الى موسكو ونرحب من هناك بضيفنا السيد ديمتري بريجع المحلل السياسي الروسي مساء الخير سيد بريجع أبدأ معك وسنناقش معك في هذا المحور بخصوص أيضا تطورات الميدانية والسيطرة الروسية على مدينة ماريوبول في الجنوب الشرقي لأوكرانيا وأيضا سنتبحث أيضا بخصوص محور انضمام هنا فينلندا والسويد الى حلف الناتو وهناك تصريحات أيضا وصحف غربية تحدثت بأن مسألة انضمام فينلندا والسويد للناتو قريبة جدا وربما تكون في الصيف المقبل وسنتحدث عن تبعات ذلك بالنسبة للجانب الروسي لكن أبدأ معك من ماريوبول اليوم هناك تصريحات روسية بالسيطرة على مدينة ماريوبول باستثناء مصنع عزوفستال ماذا يعني ذلك بالنسبة لروسيا؟ يعني الواضح بأن الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الهدف الأساسي من سيطرته على مدينة ماريوبول هو تأمين شرقي أوكرانيا يعني نعرف بأن يعني بوتين الآن ويعني وزارة الدفاع الروسية تريد أن تسيطر بالكاميرا على شرقي أوكرانيا وحتى كان واضحا منذ البداية يعني كان هناك منذ السنوات منذ ثماني السنوات حديث عن مشروعنا بروسيا هو مشروع أو دعنا نسميه روسيا جديدة في أوكرانيا ونعرف بأن هناك بدأوا بدعم الانفصالين في دونسك والوغاسك كانوا أيضا يعني يدعمون فكرة الانضمام لروسيا وأعتقد بأن مع الوقت أن الآن روسيا تبدأ بتغيير الحكومات المحلية في هذه المناطق وهذا حتى يتحدث عنه لعلام الروسي الحكومي بأن مثلا في ماريوبول سوف يدعم وضع شخصيات تكون إن كان صح الطبير داعمة للروسي بل تكون داعمة للدور الروسي في أوكرانيا وهي ضد الحكومة الأوكرانية نعرف بأن بعد عام 2014 بدأت تغير الحكومة الروسية موقفها تجاه الحكومة في كيف الحكومة الأوكرانية وتعتبرها بأن حكومة انقلابية غير شرعية جاءت بانقلاب عام 2014 عندما كانت هناك ثورة يورومايدان أو ثورة التغيير لنحو أوروبا في كيف والآن هدف الأساسي كما قلت السيطرة على ماريوبول كان هناك القوات الششانية قوات رمضان أحمد قديروف التي كانت في الأمام في هذا القتال ضد القوات الأوكرانية والآن روسيا لا تريد السيطرة على ما تضغط على ما تبقى من القوات الأوكرانية المتواجدة في المصنع لأنه ترى بأن هناك مدنيين في المصنع فلذلك لا تستهدف المدنيين لأنه سوف تحدث كارثة كبيرة إذا ما تم استهداف هذه المنطقة لأن هناك كثير من القوات الأوكرانية هناك أيضا المدنيون الذين أم مع القوات الأوكرانية ونعرف أن المصنع تم السيطرة عليه أزوفستال قبل مجموعة أزوف التي تعتبرها روسيا مضطرفة وقومية ورهابية ولذلك الآن هناك محاولة للحكومة الروسية لكريملين لكي يسلم أنفسهم القوات الأوكرانية المتبقية في المصنع للقوات الروسية لكن قديروف يقول عكس ذلك بأن القوات الروسية ستكون داخل المصنع قبل الغداء أو بعد الغداء بحسب قوله من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف فهل باعتقادك اليوم؟ نعم ولكن أعتقد بأن كلام الرئيس الشيشاني رمضان قديروف هو لا يمثل بشكل عام رؤية الكريملين في أوكرانيا لأنه كان يريد مثلا كي تتقدم القوات الروسية نحو كيف ورأينا بأن كريملين لا يريد ذلك الآن لأنه الهدف الأساسي قما قلت هو مشروع نظاروسيا في قلب أوكرانيا أو في شرق أوكرانيا هو الآن تأمين هذه المناطق ودعم الانفصالين جمهورتين دونيسك والوقانس نعرف أن القوات الروسية تقاتل بجانبهم وأيضا هناك قوات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف التي الآن هي في الجبهات الأولى الأمامية التي تقاتل على القوات الأوكرانية ولذلك الآن كما قلت بسبب أعتقد بأن حتى الإعلام الروسي قال بأنه تخبط في الاستراتيجية الروسية في أوكرانيا بشكل عام يعني لأنه كان الهدف الأساسي كيف والآن توجه نحو يعني شرق أوكرانيا وأعتقد بأن هذا أيضا خطة A وخطة B يعني لأنه الآن الهدف الأساسي كما قلت شرق أوكرانيا هو ليس كيف يريدون السيطرة قدر المستطاع على شرق أوكرانيا قبل 9 ميلون عيد النصر في روسيا عيد مهم ويعني هذا الشيء سوف يعطي انتباع ويزداد بسببه سوف تزداد شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتر سأتي معك هذه النقطة الحساسة لكن بالنسبة ليوم النصر طيب سأتي معك سأتي معك لنركز أكثر على موضوع ما صرحته بخصوص اليوم التاسع من مايو وخطاب النصر للرئيس بوتن لأنه في خلافات أيضا هناك يعني من ذكر بأن هذه فقط في عقول المحللين العرب وأيضا الغربيين بالنسبة لهوس الرئيس بوتن بالتواريخ وأيضا ما يحضر له في خطاب النصر لكن بالنسبة اليوم للسيطرة الروسية على شرق أوكرانيا اليوم السيطرة على الدنباس ما الذي سيكون حاضر بعد الدنباس ماذا يعني هنا تكون روسيا قد حققت بالدنباس عسكريا وسياسيا وعجبا الأسداء أعتقد بأن هناك توقعان لما يحدث في أوكرانيا إما أن يتتجه روسيا نحو إبرامة اتفاقية سلام مع أوكرانيا وإما أن تستمر المعارك إلى ما لا نهاية ولكن أعتقد بأن كييف سوف تقبل أن يتم إبرامة اتفاقية مع روسيا بدون أن تسلم روسيا المناطق دونيسك وروغانسك وبشكرها مقاطعة الدنباس ولذلك يعني لا أعتقد بأن المعارك أو يوجد نهاية معينة لما يحدث الآن في أوكرانيا لا أعرف ما هي النهاية التي سوف يمكن أن تحدث لأنه يعني رأينا بأن بوريس جونسون قال بأن إذا ما استهدفت روسيا مثلا أوكرانيا بأسلحة خديثة بأسلحة نووية وغيرها سوف يتم الرد من قبل بريطانيا على الاستهدافات الروسية فهذا الشي يعني يذهب بنا إلى حرب عالمية ثالثة أو حرب أكبر من ذلك أكبر من أوكرانيا ولكن رأينا بأن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية ترفض لكي يتم تسليم طائرات حديثة لكييف لأوكرانيا ولذلك الآن واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخاف أن تحدث حرب كبيرة في هذه المنطقة هي يعني ليست راضية أو هي راضية بوجود حرب في أوكرانيا ولكن هي ليست راضية أن تتجه الولايات المتحدة الأمريكية بحرب مباشرة مع روسيا لأن هذا الشيء سوف يسبب مشاكل للولايات المتحدة الأمريكية على فالحال المعارك الآن تتركز في شرق أوكرانيا بعد أن كانت روسيا في كييف وتقترب أيضا محنودة أيضا الدول حلف الناتو لكن اليوم بالنسبة لما ذكرته أن الدنباس تحقق أيضا شيء على طاولة المفاوضات لكريم لن يقول أننا ننتظر ردا من أوكرانيا على مقترحاتنا في إطار المفاوضات الثنائية هل تعتقدون بأن الجانب الأوكراني سيكون رده إيجابيا بخصوص التفاوض مع روسيا أنا أعتقد لا بكل تأكيد لا أعتقد بأن سوف يكون هناك أي تفاوض رأينا تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلانسكي ولا أعتقد بأن المفاوضات الآن يمكن أن تحدث أي تغيير بما يحدث الآن في أوكرانيا روسيا أو الكريملي يريد السيطرة على الشرقية أوكرانيا ولا يريد الإسلام الآن لو روسيا أبرمت اتفاقية مع أوكرانيا اتفاقية سلام فهذا الشيء سوف يعتبر هزيمة للرئيس الروسي فلاديمر بوتين ويعني سوف تنخفت شعبيتهم في الداخل الروسي ولذلك بوتين يريد أن تظهر روسيا بنصر في أوكرانيا في 9 مايو هذا العيد النصر عيد مهم للروس عيد مهم يعني الآن حتى هناك حديث في مجلس الدوم الروسي لوضع عالم الاتحاد السوفيتي بدلا من عالم روسيا الآن كان هناك مجرور قدامه الحزب الشيوعي الروسي في مجلس الدوم الروسي فكما قلت هذه المواضيع تزيد من شعبية حزب الحاكم الروسي الموحدة حتى رأينا زيارة قادة حزب الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في ماريوبول كان هناك فيديوهات منتجة في وسائل العلام فما قلت يعني 9 مايو هو عيد مهم للرئيس الروسي فلاديمر بوتين فهو يريد أن يتم إنجاز شيء يعني شيء أو انتصار معين في أوكرانيا بذلك يستطيع أن يقدم للشعب الروسي بأنه تم يعني انتصاره على النازية أو تم تقديم يعني تم تقدم القوات الروسية في أوكرانيا لأنه الآن يعني رئيس الروسي فلاديمر بوتين يخاف أن يعني يخسر ملف الأوكراني فالآن ذلك يحاول جاهدا لكي تصنع القوات الروسية نصرا في أوكرانيا ويتم التقدم على القوات الأوكرانية أيضا في الدور التركي سيد بريجع بخصوص تصريحات وزير الخارجية التركي كان قد تحدث بأن أعضاء في الناتو لا يريدون كما قال استمرار الحرب بأوكرانيا إذن تركيا تقول أن أعضاء في الناتو يريدون للحرب أن تستمر أو يريدون بأن الحرب تستمر وهناك مسعى لتوريط روسيا بحسب تصريحات الأتراك اليوم وهنا أيضا الكريملين يقول بأن من المتوقع احتمالا تكون هناك مكالمة هاتفية بين الرئيس بوتين وأردوغان أيضا هذا قبل قليل للكريملين باعتقادك اليوم الدور التركي هل ما زال ممكنا ومساعدا في إيقاف هذه الحرب نعم بكل تأكيد حتى الآن الدور التركي تركيا حتى الآن دولة محايدة بما يخص العقوبات على روسيا وهذا الشيء يعطي المجال للحكومة التركية أو للدولة التركية بأن تكون لديه علاقات جيدة مع روسيا حتى الآن لذلك يوصيط في ملفات كثيرة حتى رأينا زوجة أحد الشخصيات السياسية ميدفيتشوك الحزب الذي يدعم الدور الروسي في أوكرانيا هي تطلب من الرئيس التركي رجب تايب أردوغان لكي يتم تحرير ميدفيتشوك من قبل أوكرانيا فالآن كما قلت الدور التركي يلعب دورا مهما في الملف الأوكراني هذا الضابط الذي اعتقل في أوكرانيا ليس كذلك الموالي لروسيا الضابط الإيراني العفوان الأوكراني قادة حزب المعارضة في أوكرانيا التي تدعم روسيا والتي لديها علاقات جيدة مع روسيا لذلك كما قلت الدور التركي الآن يلعب دورا مهما في الملف الأوكراني لأن أولا نعرف بأن تركيا يعطي لأوكرانيا يعني البيراكتار لديها علاقات جيدة مع أوكرانيا وبنفس الوقت لديها علاقات جيدة مع روسيا وهذا الشيء يعطي المجال للدولة التركية ولوزارة الخارجية التركية بأن تكون وسيطة بين الطرفين ويعطي لها كثير من الطرق وأيضا حتى الآن تركيا لم تنضم لقافلة الدول التي فرضت عقوبات على روسيا ولذلك يعطيها مجال في التفاوض كيف لتركيا أن تنجح في الوساطة والحرب مازالت مستمرة والمسعى الروسي سيطرة على الدنباس هذا ليس يعني التركيا تحاول أن تفعل شيء ما ولكن هذا يعني لا يعطي مجال كي تتوقف الحرب يعني رأينا الرئيس الفرنسي مانويل مكرو أيضا حاول بالتصالاته الكثيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتغيير شيء ما في الساحة الأوكرانية بوقف يعني فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقدم نحو كييف والآن يعني حتى الآن الدورة التركية يلعب نفس الدورة التي كان يلعب فيه الرئيس الفرنسي مانويل مكرو يعني الآن الدورة التركية لا يمكن أن يوقف الحرف في أيام لأن هناك كثير من الملفات وكثير من الخلافات بين الكريملين وبين كييف يعني بما يخص دونيس بما يخص لغانس بما يخص شبه جزيرة القرم وهذه الملفات لا تستطيع تحلل بوقت قصير نعم إذا كان الرئيس بوتين يبحث عن نصر ما ليتم إعلانه في التاسع من مايو بخصوص المكالمة الهاتفية التي ستكون بينه بين الرئيس أردوغان بحسب تصريحات لكريملين هناك احتمال أن تكون هنا مكالمة هاتفية بين الرئيسين ما الذي سيعطيه أو سيقدمه الرئيس بوتين لتكون هناك تسهيلات في مسار التفاوض لا أعتقد بأن الآن مسار التفاوض يمكن أن يعطي نتيجة في الوضع الحالي لا أعتقد ذلك يمكن في الأيام القادمة ولكن ليس الآن كما قلت روسيا تريد السيطرة على المزيد من المناطق روسيا تريد تأمين شرق أوكرانيا حتى الآن هناك معارك وفي ظل هذه المعارك لا أعتقد بأن يمكن أن يكون هناك أي حل سلمي أو أي تفاوض الآن التفاوض فقط هي صورة أو محاولة لوقف القتال ولكن لا أعتقد بأن هذا الشيء سيطيه أي نتيجة في الوضع الحالي أيضا أبقى معك مع محور أيضا الصراع بين روسيا وحلف الناتو ودول هذا الحلف هناك تصريحات أيضا وهناك أخبار نقلتها صحيفة تايمز البريطانية تقول أن فلندا والسويد تستعدان للانضمام إلى حلف الناتو بحلول الصيف المقبل ما خيارات روسيا في حال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو يعني حتى الآن روسيا ترعى بين انضمام هذه الدول إلى الناتو فيهدد أمنها القومية لذلك هذه رؤية الكريملين ولا أعرف ما هي خطوة الكريملين بما يخص هذه الدول التي سوف تنضم الناتو الواضح بأن هذه الدول أرادت الانضمام للناتو بسبب تغيير موقف الكريملين بما يخص الملف الأوكراني وجود القوات الروسية الآن على الأراضي الأوكرانية ولكن حتى الآن ليس واضح ما هو تصرف الكريملين إذا انضمام هذه الدول إلى الناتو هل سوف يكون هناك تواجد للقوات الروسية قرب حدود قرب حدود هذه الدول أم ما هي الخطوة الثانية لا أعرف حتى الآن لأنه لم نرى أي تصريحات رسمية من قبل القرملين ولكن تعرف بأن دائما يعني روسيا ترى بأن وجود الناتو قرب حدود يهدد أمنه القومي ويعني شيء خطير لروسيا لكن هنا تصريحات روسية تحذير وتحذر من انضمام فلندا والسويد إلى حلف الناتو هل بالنسبة لهاتين الدولتين أخطر أم أقل خطورة بالنسبة لانضمام على ما كان يدوم الحديث عنه بالنسبة لانضمام أوكرانيا للناتو لا أعرف يعني بصراحة ما هي خطوة الكريملين القادمة يعني في الإعلامة الروسية لو رأينا الإعلامة الروسية أو الحكومة برموغاندا العالمية الروسية الرسمية فولاك حديث بأن أي تهديد للأمن القومي الروسي سوف يتم الرد عليه ويعني حتى سوف تدخل القوات الروسية لهذه البلدان التي سوف تهدد الأمن القومي الروسي فما هي خطوة الكريملين التانية لا أعرف يعني لا يجد رؤية رسمية رؤية الإعلامة الروسية وبشكل عام المحللين السيسين الداعمين للكريملين بشكل عام يتحدثون بأن أي تهديد من قبل أي دولة في حلف الناتو أو دول التحاد الأوروبي سوف يتم الرد عليه ما هو الرد لا أعرف طيب بالنسبة لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بالنسبة لروسيا هذا سيؤدي لمواجهة مباشرة مع حلف الناتو ودول حلف شمال الأطلسي اليوم بالنسبة للصراع الروسي مع حلف الناتو هل هو قد خف لنقل بعد تركيز العمليات العسكرية على الدنباس من قبل القوات الروسية لا أعتقد بأنه خف حتى الآن هناك تهديدات من قبل الناتو لروسيا وهناك دائما نرى بأن هناك دعم لأوكرانيا وروسيا حذرت ميران وتكرارا الناتو بعدم دعم أوكرانيا بالسلاح الهجومي ولذلك الآن الحالة خطيرة حتى الآن الوضع بشكل عام خطير وإذا ما استمر ما يحدث الآن وتم دعم الحكومة الأوكرانية أو القوات الأوكرانية بأسلحة حديثة متطورة هذا يمكن أن يستفز الطرف الروسي ونا لا نعرف بالضبط ما هي خطوة رئيس الروسي فلاديمير بوتين رأينا بأنه حذر ميران وتكرارا باستعمال السلاح النووي رأينا بأنه حدثت عن أسلحة حديثة يمكن استعمالها ما هي الخطوة القادمة حتى الآن ليس واضح لأي أحد يعني حتى في الداخل الروسي وهنا دعني أختم معك بتصريحات أيضا رئيس زلينسكي بمسألة انضمام الاتحاد الأوروبي وهنا ذكر في تصريحات سابقة له وقد سلم أيضا سلم الرئيس زلينسكي رسميا استطلاعا كاملا بشأن ضرورة انضمام عضوية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي هل مسموح بالمفهوم الروسي لنقل مسموح لأوكرانيا أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي كما رأينا تصريحات الرسمية وكما قال دميتري بيسكوف بأن يعني لا يرى بأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يهدد روسيا وهذا تصريحات وهذه تصريحة الرسمية لروسيا ورؤية الكريملين يعني روسيا ترى بأن فقط وزود الأسلحة الهجومية ووجود المجموعات المتطرفة أو بحض وصف الرئيس الروسي بلاديمير بوتن نازية أو فاشية أو قومية في القوات الأوكرانية يهدد إلى من القوم الروسي ولكن انضمام أوكرانيا لأن الاتحاد الأوروبي برؤية الكريملين ليس تهديدا لروسيا أختم معك وكونك مقيم الآن في عاصمة القرار في موسكو سيد بريجع بالنسبة لهذه الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم التي ربما أيضا تقترب كثيرا من أن تدخل لشهر الثالث اليوم ما مستقبل هذه الحرب الروسية على أوكرانيا ماذا تفكر روسيا بعد الدنباس دعنا نقول بأن لا نستطيع الآن القول ماذا سوف يحدث في الأيام القادمة ولكن كما قلت يعني لنرى ماذا سوف يحدث في 9 مايو 9 مايو هو يوم مهم لروسيا ومهم للكريملين يا ربي هل ما هوس الرئيس بوتين بالتواريخ وبهذا اليوم بالذات 9 مايو بكل تأكيد يعني رأينا بأن تم استعمال شعار زيت عند القوات الروسية بدأت العملية العسكرية الروسية من 24 من فبرائر يعني بشكل عام يعني التواريخ مهمة لروسيا لأنه هناك ذكرى نعرف بأن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين دائما يتحدث عن التاريخ ودايما يتحدث عن الماضي المجيد للاتحاد السوفيتي والنصر على النازية وهذا الشي يعطي له شعبية في الداخل الروسي خصوصا من الجيل القديم الجيل الدولية في الاتحاد السوفيتي ولذلك استعمال تواريخ معينة واستعمال كلام ولهجة معينة مع الشعب الروسي يعطي له المجال في أن يتقدم ويعطي له المجال في أن يأخذ شعبية أكثر في الداخل الروسي خصوصا مع الجيل القديم يعني جيل الاتحاد السوفيت ولذلك الآن هذه التواريخ تلعب دورا مهمة نعتقد بأن 9 مايو هو يوم مصيري ويوم مهم للحرب والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ولذلك سوف نرى ماذا سوف يحدث في 9 مايو والأيام القادمة هي أيضا مهمة بمقرص الملاف الأوكراني شكرا لكم المحلل السياسي الروسي سيد ديمتري بليجا كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو عبر خدمت سكايب بخصوص الحرب الروسية على أوكرانيا وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في المنتصف حتى نلقاكم دمتم بإمان الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة